دا مزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من واشنطن أداه يعقوب الكاتب والبحث السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية بداية يعني كيف تقرأ التطورات المتلاحقة في المنطقة واستمرار إسرائيل بالعدوان سواء كان على قطاع غزة أو حتى على لبنان أهلا وسهلا أستاذ دماء التطورات المتلاحقة تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الدعم الكامل والصلاحيات كلها لنتنياهو لمواصلة عملياته هذا أمر أكده اليوم بايدن عندما قال بأن أمريكا ستدافع عن الإسرائيل وستقف معها ووصف الهجوم الإيراني بأنه كان هجوم فاشل جدا بعد ذلك شاهدنا تصريحات سوليفان ثم كاميلا هاريس وكذلك ترامب وكلها تنحى إلى دعم إسرائيل عدا عن الأسرحة التي وفرت لإسرائيل وكذلك اعتراض أيضا بعض الصواريخ التي سقطت على إسرائيل من قبل إيران اعتراضها من القوات الأمريكية بالتالي الأمر كله يجري برعاية أمريكية واضحة ومباشرة نعم يعني ألا تخشى أو لا تأبه الولايات المتحدة اليوم بكل الخسائر التي تقدمها عدا عن الخسائر التأكيدة التي نتحدث عنها المادية ولكن أيضا سمعت الولايات المتحدة في المجتمع الدولي وشركائها في المنطقة وحلفائها اليوم يعني باتت الولايات المتحدة لا تأبه بأحد إلا بإسرائيل هل هي على استعداد لتقديم كل هذه التضحيات؟ هو عامل التوقيت التوقيت حاليا حساس للطبقة السياسية في أمريكا وهو الانتخابات التي باتت تطرق الأبواب وحتى في المناظرة الليلة لنائب الرئيسين المترشحين وهما والز وكذلك ديفانس كان الدعم واضح وكان الملف الأول هو الأحداث في الشرق الأوسط وأكد على دعم إسرائيل بقوة وإن حاول الديمقراطيون عبر والز أن يقولوا بأنه يجب أن تكون هناك احترام لحقوق الإنسان ورعاية للنساء والأطفال والمدنيين لكنها فقط نوع من التصريحات التي أتت على استحياء بالتالي من الولايات المتحدة الأمريكية حاليا وطبقتها السياسية لا تهتم أبدا بالمجتمع الدولي بقدر ما تهتم بإسرائيل وبحسابات الانتخابات الحالية والضغط الكبير جدا لللوب الإسرائيلي هنا في الحياة السياسية الأمريكية وأعتقد فعليا أن الأمر سيتطور إلى صراع مستمر وإن كانت الأمور تشير إلى أن إيران قد أخبرت أمريكا بالضربة وبمسارها وفعلا أعتقد أنه لن تكون هناك ضربة إيرانية قادمة إن لم يتم استفزازها من نتنياهو الذي يبدو بأنه سيحارب على كل الجبهات نعم أشكرك كل الشكر سيد ألدا يعقوب الكاتب والبحث السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية على كل هذه التفاصيل كنت معنا من واشنطن